ازمات متعددة ومتلاحقة يعيشها العراق تتصدرها اليوم الازمة الاقتصادية التي خلفتها سنوات الفساد وسوء الادارة وانعكست سياسيا على التعميق الخلافات بين الحكومتين في بغداد واربيل مقرر اللجنة المالية في البرلمان الحالي احمد الصفار اعلن عن توصل الحكومة في بغداد مع وفد حكومة كردستان العراق الى اتفاق بشأن حصة الاخيرة في موازنة عام 2021 وقال الصفار ان الاتفاق يقضي بان تكون حصة كردستان العراق بنفس صيغة الاتفاق الذي ابرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي وتصاعدت حدة الخلافات بين بغداد واربيل على خلفية اقرار البرلمان الحالي قانون تمويل العجز المالي الذي مكن الحكومة من الاقتراض الداخلي لتزديد رواتب الموظفين واشترط القانون على حكومة كردستان العراق تزديد ما عليها من مستحقات مالية للحكومة في بغداد قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين وعلى الرغم من الوصول الى هذا الاتفاق الا ان تطبيقه يبدو بعيد المنال حاليا بسبب صعوبة اقرار موازنة العام القادم حيث اكد عضو اللجنة المالية عبدالهادي السعداوي ان البرلمان يحتاج الى 45 يوما لإقرار الموازنة بعد ارسالها من الحكومة واضاف ان الحكومة خالفت قانون الادارة المالية من خلال تأخير ارسال الموازنة واربكت الشارع بعد تصريح رئيسها مصطفى الكاظمي حول تأخير رواتب الشهر الاول من العام المقبل ويؤكد المراقبون ان المشاكل بين بغداد واربيل لم تنتهي بعد والاتفاق الاخير جاء من اجل تمرير الموازنة حيث يشكل ملف المنافذ الحدودية نقطة خلافية عميقة بين الجانبين بسبب عمليات التهريب والمنافذ غير الرسمية المفتوحة على مصراعيها في كردستان العراق وبحسب خبراء فان الحكومة في بغداد قد تستطيع انزام اربيل تسليم واردات 250 الف برميل نفط لكنها لن تتمكن من اجبارها على تسليم ما نصت عليه الموازنة بشأن المنافذ الحدودية اتفاق جديد يمثل حلا مؤقتا وترقيعيا لمشكلات عميقة تصور جانبا من مظاهر فشل نظام المحاصصة الطائفية في العراق والاثار الكارثية التي تزداد وطأتها على العراقيين يوما بعد يوم